هل فعلا الطعام اللي بيحتوي على نسبة كبيرة من البروتين زي الفراخ واللحمة والسمك واللبن والبيض? هل لازم الاطعامة دي ناكلها سخنة وما ينفعش نحطها في التلاجة ونتناولها بردة عشان ده ممكن يعمل لنا مشاكل صحية? وهل فعلا الاطعامة اللي فيها نسبة كبيرة من النشويات او الكربوهيدرات? لو حطناها في التلاجة او جمدناها في الفريزر بتكون صحية اكتر? السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب وكونوا بخير النهاردة معدنا مع الطعام المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصمتة. تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. بداية كده زي ما اتفقنا مين اللي بيحدد ضرر المادة الغذائية من عدمه? صح. الادلة العلمية المتوترة. وبالتالي اي شخص مهما كان درجة علمه بيدعي ان الاكل الفلاني دار او مسارطن او سم قاتل لازم يكون عنده او تحت ايده ادلة علمية متوترة كتيرة جدا عشان يقول كده بالفهم المليان ان الاكل ده دار او مسارطن او سم قاتل. لو طبقنا القعدة دي على كل حاجة تخص الغذاء هنستليح من كتر المعلومات المضللة اللي بقت منتشرة اكتر من الهمة على القلب على مواقع التواصل الاجتماعي. ولو طبقنا القعدة البسيطة دي على الموضوع بتاعنا النهاردة هنلاقي ان الاغذية اللي بتحتوي على نسبة بروتين عالية زي الاسماك زي اللحوم زي الدواجن زي البيض زي منتجات الالبان كل الاغذية دي اكتر حاجة بتميزها ايه? احتواءها على البروتين الحيواني. هل بقى في دليل بيقول البروتين الحيواني ده لما يدخل التلاجة ويتعرض لدرجة حرارة منخفضة اللي هي درجة تبريد التلاجة اللي هي حوالي اربع درجات مئوية. هل في اي ادلة بتقول ان تركيب البروتين ده بيتغير? او هل بيكون اي مادة ضرة ممكن تضر صحة الانسان? الاجابة لا. مفيش اي دليل علمي بيقول كده. وطالما مفيش دليل علمي بيقول على ضرر مادة غزائية معينة يبقى الامر بالنسبة للناس على السعة. يعني حضرتك لو بتحب تاكل الاكل اول بول يعني يتطبخ دلوقتي وتاكله على طول الامر على السعة. العلم هنا مش هيزعل منك في حاجة. ومفيش حاجة بتقول ان الموضوع ده ممكن يدرك. طيب في حد بيحب بعض الاطعمة يتناولها ساقعة او بردة. يعني ممكن لو اكل تفضل من الغدى النهاردة مثلا وحافظته في التلاجة. وحد من افراد الاسرة عندي بيحب ياكل الاكل الفلاني ده سائع. والاكل ده بيكون بيحتوي عن نسبة بلوتينة عالية. مفيش اي مشكلة فيه لان برضو الامر على السعة. في ناس بقى ممكن تسخن الاكل اللي فايد من مبارح مسلا لو تفضل في التلاجة تسخنه او تعمله قعادة تسخين وتاكله سخن. برضو مفيش مشكلة. الفكرة كلها في ايه? ان حضرتك متسبش الاكل برا التلاجة لمدة اكتر من ساعتين. ليه? عشان بعد الساعتين بتبتدي البكتيريا تتكاثر في الاكل ده. وممكن بعض انواع البكتيريا تفرز بعض السموم البكتيرية اللي ممكن تدوره صحة الانسان سواء على المادة القريب او المادة البريد. هيبقى طالما حفظت الاكل بطريقة صحيحة في درجة حرارة التبريد ولو كان كميته كبيرة ومدة التخزين كتير ممكن نحفظه في الفريزر تحت درجة حرارة التجميد. كده احنا عملنا الاجراء الصحيح وما فيش فيه اي مشكلة وممكن نتناول بقى الاكل بعد كده باي طريقة احنا نحبها. ده كده بخصوص الاكل اللي بيحتوي على نسبة بروتينة عالية. طيب فيه مأكولات بتحتوي على نسبة نشويات عالية. البطاطس البطاطا رز المكارونا العيش او الخبز بانواعه يعني كل الاكلات دي محتوها النشوي عادي. هنا بقى الابحاث والدراسات العلمية لقت ايه? لقت ان النشا لما بيتعرض لدرجة حرارة منخفضة في التلاجة او في الفريزر بيتحول لنوع اخر من النشا بنسميه النشا المقوم. والنشا المقوم ده مسته ايه? مسته انه ما بيرفعش سكر الدم زي النشا العادي. لانه ما بيتهضمش في الامعاء بسهولة وبالتالي ما بيتفكش الجلوكوز وبالتالي ما بيرفعش سكر الدم وبناء عليه الانسولين ما بيرتفعش بعد تناول الاكل اللي بيحتوي على النشا وسبق تبريده. في حد بقى هيسمع الكلام ده وتيقولك طب ايشت انا بحب المكارونا جدا وبحب الاكل النشوي جدا. اسقع بقى كل الاكل او في التلاجة واكل الكميات اللي انا عايزها طالما انت بتقولي ان الابحاث اثبتت النشا بيتحول للنشا مقوم ومش هيدور الصحيتي. هقولك الطريقة دي ما اقدرش اعتمد عليها لو انا عايز احسب سعرات الحرية لو انا بحافظ على نظام غزائي صحي. المفروض الطريقة دي تبقى عامل مسائد ولكن ما اقدرش اعتمد عليها اعتماد كليه. طب اقدر اعتمد على ايه? اقدر اعتمد على تقليل كمية الكربوهيدرات المكررة في الوجبة عن طريق تنوع وتوازن الوجبة اللي انا باكلها. يعني ايه? يعني ايكون في عندي طبق سلطة مكون من بعض الخضروات وبعد كده يكون عندي مصدر من مصادر الكربوهيدرات زي الرزة او الخبزة او الماكرونا وفي نفس الوقت مصدر من مصادر البروتين. تنوع الوجبة والتوازن ما بين كميات الوجبة هو ده اللي بيخلينا نحافظ على النظام غزائي صحي مش ان انا ابرد الاكل في التلاجة واقول طالما اتبرد يبقى النشويات مش هتضرني. يعني لما اجي ابدأ الوجبة اكل الخضار الاول الخضار هيملأ بطني شوية هيحسسني بالامتلاء هشبع بعد كمية مكرونة قليلة بعد كمية روز قليلة بعد كمية خبز قليلة. فده هيخلي السعرات الحرية لدخل جسمي بتكون اقل وفي نفس الوقت برضو الالياف اللي موجودة في الخضروات بتقلل برضو من ارتفاع سكر الدم بتديني نتيجة مشابهة لموضوع تبريد المواد نشوية في التلاجة. يعني فعلا التبريد بيأثر على تركيب المواد النشوية او الاغزاء النشوية ولكن ما قدرش اعتمد عليه كطريقة في الحفاظ على وزن مثالي او على نظام غزائي صحيح. يبقى خلاصة حلقتنا النهاردة مفيش اي دليل علم بيقول ان الاغزاء البروتينية زي اللحوم والدواجن والبضو والاسماك ممكن تتأثر بالتجميد او بالتبريد وبالتالي مفيش اي ضرر من تناولها بردة والاغزاء اللي احتوي على كربوهيدرات عالية او نشوية عالية النشا اللي فيها ممكن تتأثر فعلا بالحرارة وتتحول لنشا مقاوم والنشا المقاوم امتصاصه في الامعاء بيكون ابطأ عشان كده ما بيرفعش سكر الدم انما ما اقدرش اعتمد على الطريقة دي في الحفاظ على وزن مثالي او نظام غزائي صحيح. يا رب اكون ادارت في حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الفيديو الجاي.